أعلن مدفع ندي ليفربول الإنجليزية الدولي الهولندي فيرجيل فانديك غيابه عن تشكيلة منتخب بلاده في نهائية كأس أوروبا 2020 لكرة القدم من أجل التركيز على أن يكون جاهزاً بدنياً في الموسم المقبل وقال فانديك الذي غاب لمدة سبعة أشهر بعد إصابة في الركبة مع كل ما يحدث أشعر أن القرار الصائب من الناحية البدنية هو أنني قررت عدم الذهاب إلى كأس أوروبا والدخول في مرحلتي الأخيرة من إعادة التأهيل خلال فترة توقف الموسم ورأى عميد منتخب هولندا بأنه يتطلع إلى الصورة الأكبر بقوله أعتقد بأني بلغت مرحلة من النج أدرك من خلالها ما هو القرار الجيد وأعتقد صراحة بأن قراري هو كذلك لأنني أمنح جسدي وركبة المزيد من الوقت من أجل أن أكون جاهزاً للاستحقاقات القادمة وأكد جاهزيته للمشاركة في تدريبات فريقه استعداداً للموسم المقبل الذي ينطلق في الـ 14 من غشت المقبلة ويعتبر فان دايك ركيزة أساسية في صفوف ناديه ومندخب بلاده وكان تعرض للإصابة في أكتوبر الماضي في الدور المحلي في ديرب المدينة ضد إيفرتون إثر تدخل حارس الأخير جوردان بيكفوردا